مرحبا اليوم الحلقة 15 من ممكن رح نحكي اليوم عن حقوق المدعين وهل ممكن استرداد مدخراتهم وكيف ممكن استرداد مدخراتهم ضيفنا اليوم هو المحامة كريم داهر من لجنة حقوق المدعين كريم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أنت محامة وأستاذ محاضر وإنت يمكن تالت أو رابع قيست بيجي لعننا على ممكن كمان من خريج باري دو أساس دونك في كتير من اللبنانية أدشان اللي تفتخر فيها بعتقدت هنا لازم يفتخروا فيكن كمان لأنه كلكن هيك عملتوا أفز كتير نوعية بالكريير تبعكن أنت كمان خبير شفت بالبيو تبعك أنت خبير بالمودرن تاكسيشن ومثل ما قلت لك هلا نحن نحكي قبل ما نطلع على الهواء أنه عطيتني فكرة لحلقة جديدة بكرة على باب الشتاء أنه خي هالدولة اللي تقوم يعني نحنا باعتقد نحنا اليوم فتنا بهالملغوصة المادية الفضيعة لأنه نحنا كان دولة سطل مفخوط ونحنا عم نعب ماء وما قدروا يوقفوا على إجريهم يعني وما في سبيل وحيد لحي الله دولة تقعف عجري طيب تربيا في شغلي كمانا لفتتلي نظري أنك أنت كمانا ممبر بشي لليونيتد نيشن هنه اسمه هاي لفل بانيل انترناشنال فاينانشل اكاونتبالي ترانسبيرنسي انتجريتي دحيلك مني هول ثلاث كلمات اليوم بلبنان تكون عم تسب الدين يعني بذلك نبلش فيها ايه بحطتك بالصورة شو هي هيده أسيسا بالتوينتي سورتي أجندا تبع أديس أبيبا اجتمعوا بالالفين وخمسة عشر عمائل عالم وشافوا انه ما بقى فيه العالم يكفح على الوتيرة اللي هو فيها رايحين على فقر متزايد رايحين على هجرة من الجنوب صبي شمال وقرروا الدول انه يعادشوا المشاكل بذنة صميمة ولاحظوا انه كل المساعدات اللي عم بقوموا فيها للبلدان النامية وجاي من جايبة المكلفين ببلدانهم من ضرائب كتير عالية عم بتروح هدرا لانه ما عم بتفيد وما عم بتساعد وكتشفوا انه كله عم تستفيد منه من خلال الفساد ومن خلال الهدر ومن خلال المحسوبيات وقرروا انه يعادشوا مشكلة صميمة وحاربوا شي يسمى الليست فينانشال فلوز يعني التحويل امالية غير الشرعية ناجي عن موضوع الفساد عن موضوع طبيعية الأموال عن موضوع التهرب الضريبة وعن طريق شرم المنظم والمخدرات من شنهاكي اخدوا 17 هدف اللي هن حددوا في البيئة من بين الأهداف في البيئة والماء والريفوريستراتيشن والبيئة حددوا في نسبة البيئة بالنسبة للنفلابل على الانيرجي فوسيل أداء بدا تكون مدهدو 30-40% تقريبا ومن هالأهداف في انه نحسن الجيباية اما نحسن المبالغ اللي بدها تسمح لهالبلدان للتنمية مستدامة لبلدهم ومحاربة الفقر وأخذوا قرار نهائي هذا ما باردوا بيوصلوا عليه بس هذا كان هدفهن انه ما بيبقى الشخص بيموت من الجوء بالألفين وثلاثين هيدا كان هدفهن هلا وقت بلشوا واجهوا مشاكل كتير كبيرة بيناتهم شائحة كورونا يلي أخرت الموضوع يلي كانوا عم بيحاربوا إذا بدك الفساد وعم بيحاربوا الاقتصاد الخفي بس مع كورونا يعني خف شوي الالتزام وخفت الرقابة على هالالتزام قالوا نحنا بدنا أفكار جديدة وهالأفكار الجديدة تساعدنا تنشوف كيف بدنا نسكر مزارب الهدر ونسكر المطابات اللي موجودة اللوب هولز والكابس الموجودين بالنظام العالمي نظام العالمي يلي بيتضمن موضوع الضرائب كيف بدنا نحسن كيف بدنا نطور الضرائب كيف بدنا نخلي الشركات تكبيري كيف بدنا ندفع ضرائب كفام يعني ما بيدفع ضرائب شفنا إنه ما داتش ساندويش هو إنه بيدفعوا نسبة 1.5% من مبالغهم كيف بدنا نحارب بطريقة جدية الفساد بهالبلدين كيف بدنا نطور عن طريق باريدو أساسيلي كانت وزيرة العدل ماري كلود ناجم سألتني إذا لأنه موضوع الضرائب يعني يمكن أنا من الليلة اللي بيعملوا الضرائب لأنه هذا موضوع ما بيحبوه باللبنان المحامين ما بيدقوا هالأختصاص أنا نقعته لأنه كانت موجود برنا بقى توفعت معه شفت أنا شو المتطلبات هو مهمة على سنة ونص كان على 18 شهر بس يعني جدية وصعبة وكان مفترض أن نكون نتنقل نحنا على خمس كارات لأنه كان فيه اجتماعات وزوله بالكارات الخمس قلت أنا والله مانا عاطلة لأنه تعطيني خبرة على هيدا أنا ما كنت متأمة يعني ما كنت متصور وين صرته هلا برأيك رح تأخذ نتيجة؟ لا لا مهمة تكون العملية تم الاختيار ونقوا لبنان يعني ما كنا مستنظرين ينقوا لبنان ينقوني لألي وكنا كنت من ضمن 15 خبيك بالعالم هو 15 خبير ورئيسين رئيسين اللي هي رئيسة ليتوانيا ورئيس وزارة تبع نيجير والبيئة الأعضاء جايين من موسيا وأميركا وصين والألمانيا والنمسا والباكستان والدول نحنا كنا لبنان الدولة العربية الوحيدة يعني كانت متمثل الدول العربية والمينا ريجين يعني كانت حتى على النطار مينا ريجين كلها نورس أفريكا يعني تونس المغريد نحنا كنا لبنان عم نمثلون والدولة الفرنكوفونية التانية يعني نحنا ونجار بس ما كان في غيرنا فرنسا ما كانت متمثل عليه واشتغلنا 18 شهر لسوق حظي أنه ما سفرت لأنه كان في شئ إحد كورونا بس اشتغلنا بجدية على الزوم 18 شهر كانوا كثير صعبين تنقدم مقترحاته وقدمنا مقترحاتنا من ضمن مقترحاتنا فيه هلأ اقتراح عم بياخدوا فيه يعني هو الـ Global Tax Global Tax يعني ما بقى فيه شركة بالعالم من الـ تقدر تهرب تهرب من الضرائي كل الدول يعني انتخذ القرار عصائد الأمم المتحدة وهلأ الولايات المتحدة عم بتطبقة كمان وأوروبا تطبقتها صار فيه نسبة ضريبة 15% أقله بالعالم ما بقى فيه أي شركة فيها تدفع ضريبة أقل من 15% خاصة من الشركات المبيرة نحنا اليوم بدنا نستفيد من وجودك معنا بشغلتين أو ثلاث أشياء تتعلق بموضوع المدعين وبالموضوع الكريزة اللي نحنا فيه أول شيء بد منك تخبرنا ليش مع أنه هالنصوص القانونية موجودة والقوانين موجودة ليش جيتوا لقيتوا أنه فيه ضرورة نخلق لجنة قانونية هي الدافع عن حقوق المدعين يعني أنا أعرف بأمريكا لما كنت عايش بأمريكا كان في شيء اسمه FDIC اللي هي Federal Deposit Insurance Commission اللي هي كانت تضمن هي مؤسستي هي مؤسستي هذا ما نبع من القطاع الخاص لا مش تبع من القطاع نحنا من أما من الهيئات الأكثر تمثيلاً خلينا نسميهم اللي هنالنقبات خلينا نقول لك شو الموضوع كيف يعني كيف إجاء أساساً كيف يجي تكريزة هل إجاء قبل الكريزة ولا بعد الكريزة؟ نعم كانت الكريزة موجودة في 2019 وبدأت تتفاقم قصة الودائع من بعد ما إذا بدك خطت الرئيسة جيب سقطت أسقطت أما أسقطتها بالضرب القديم اللجنة تقص الحقائق بمجلس النواب وأعوان من المستفيدين وقت أسقط وبدأت تتفاقم الأمور يعني تروح من السيء إلى أسوأ نحنا وقتها بين قبط المحمين جاربنا نعمل محاولة صغيرة كان فيه لجنة غير رسمية مثل هذه اللجنة هذه معمولة أيامات النقيب خلاف حاولنا نلاقي حلول ونحنا كنا من يلي بدأنا المراجعات بالخارج القضائية بالخارج حتى نقدر نشوف كيف فينا نزلق وما ندفوش وما نعمل ضغط على المصارف وعملنا كمان حضرنا دعاوة باللبنان وتوكلنا عن مؤدعين بس مش كليشني يعني كأفراد بس كنا عم نسق بين بعض هالجنة ما كفيت لأنه يعني أول شي كان فيه دجنة تانية كانت عندها وأنا كنت فيها كان عندها دور كتير مهم تلعبوا على موضوع مكافحة الفساد وكنا مقشودين مجلس النواب واشتغلنا على قوانين مكافحة الفساد هذه كانت الأولوية التي أعطينا بالنقاب لأنه كان جدا مهم أنه نقدر نضبط الفساد لأنه نقدر نحمل وداية مع الوقت وصلنا على الانتخابات نقابة المحامين أنا ترشحت فترة وجهزة وكانت ببرنامجة الموداعين كان عندهم حيز كتير مهم لأنه أنا مني قبلين أنه يكونوا الموداعين عم بعيشوا من الزل والحرمين وراحوا الحقوق وقت نحكي عن الموداعين الناس يقولون لك هناك مليون وخمسمائة ألف حساب بيناتهم فيه 88% من طيرهم من المئة ألف نتفعلهم مئة ألف وخلصنا وفيه موداعين كبار مع المرح يعني نعملهم بالإن أو نعملهم غير شي هاي دي تناسوا وما نسيوا أنه بالموداعين الكبار فيه نقابات فيه سنداء تعاضد فيه سنداء طبية فيه ضمان اجتماعي فيه تعاونيات فيه شركات كبيرة فيها مواصفين الشركة فلسة المواصف صار ببيتهم هؤلاء كلهم موداعين ولو منهم عندهم حسابات باسمهم الشخصة من شان هيك هذا الموضوع نحن كان لقلنا بغاية الأهمية لأننا نحن ندافع عن حقوق مواطنين أكثر من مهن الموداعين وهذا كان بمشروعنا بمشروعي وإجا النائب كاسبار وكان فيه كثير طلب عليه قبل ما ينتخب نائب أنه في موضوع الموداعين هو الأولويه وقت انتخب كان هذا الأولويه أنا يعني شرفني بأنه يعيني رئيس لهالجني وأنا ما كنت كثير محمس بالأول كان عندي غير إنشغالين بحكينا أنا ويا وشفنا وعملنا خطة خارطة الطريق وبعدنا ماشينا عليها لحديث اليوم ومع الجني عيننا مرصد وطني لأنه كان بدنا نستعين بخبرات اقتصادية ومالية وتقنية مختلفة عن الخبرات الأنونية تتكامل بعضها ونقدر نكون إذا بدك نفعالين بإيجاد الحلول وهذا اللي عملناه طيب بس داخلك كريم هالأوانين يا أخي اللي موجودة هلا مش هي حكما هيدا كنت رفصل لك هيدا كنت رفصل لك هيدا رفصل لك زياد لأنه كتير مهم الناس قدر تعرف نحنا يعني هلأ كان عندي حلقة على الإساعة كمان نفس الشي يعني بينقلولي سخط العالم ويعني زعلون أنه طيب شو عملتوا ووقفتوا تجتمعوا ووقفتوا تجتمعوا كنتوا عمتوا تجتمعوا بغتيرة سريعة أنتوا كاتحاد نقبة مع الحرب وهلأ وقفتوا وعرفوا بإجتماع صار عند رئيس ما أنا أتفتكر أنه كأنه في شيء بيع زبطونا أم غير خليني لا 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 تستطيع التعرف وتطلع شوية هالمسار نحنا للمرة الألف راح عيد مصارنا كيف كان نحنا أنشئت ألشني بتاريخ 21-12-2021 يعني بعدها حديثة العهد مع عمره سنة يعني مع عمره سبعة شهور يعني بعد نحنا اجتمعنا دغري كأعضاء اللي شنيج اجتمعنا منها خرط طريقة ومنها استراتيجية تنشوف كيف فينا الساعة مودعين وحددنا أنه في مسار ماكرو يلي هو هلية مؤسستية لإسترداد الوديعة محيميتها ومسار ثاني عملي على الأرض لإراحة المودعين بمشاكلهم اليومية تسكير حساب بطاقة بطاقة ما فيك تستعملها بطاقة أتمان ما فيك تستعملها عمولات عم بيخدوها منك بصورة جائرة هولي مواضيع كمية بدك تريح فيهم بدك تريح المودعين ما فيك تقول له واحد عم فوت حداً على المستشفى بده ألف دولار تقول له لأ أنت بتاخد ثلاثمية بنهار ما بتقدر في حالات وصروف معينة إنا رح نعالج الموضوعين هلأ عملنا مكتب لدراسات هال مكتب كان عم يدرس كل المواضيع بالتأني لأنه قبل ما نخوض الحرب بدك تحضر حالك وتكون مهيئ لحرب طويلة مثل الحرب العالمية الأولى وتكون عارف أنه بدك وقت تواجه مشاكل تكون محضر لكم ونكبينا على دراسة كل المواضيع درسنا كل شي إذا قدمنا دعوة للتوقف عن دفع شو بيصير؟ إذا قدمنا دعوة سكروا لنا الحساب شو بيصير؟ إذا عطونا شاك بانكار شو بيصير؟ شو المسئولية تبع أعضاء مجلس إدارة والمدارة التنفيذيين وين فينا نوصل؟ إذا حجزنا برا لماذا النظام وصل إلى هنا؟ من ناحية المخلافات المسئولية هذا من ناحية الاقتصادية نحن لدينا زراعة الاقتصادية وهو المرصد المرصد الوطني لحقوق المدعين الذي يضم خبراء مهمين ومعروفين مثل الدكتور توفيق أسبار مثل ألبير كوستانيون مع كلنا إرادة لأنها موجودة في المرصد مثل الاجندة ونزار صغير مثل LTA ونقابة خبراء المحاسبة مع الدكتور مصبح مجذوب وكمان عنا ممثلين عن المدعين مع حسن مغني وهذا مع حفظ الألقاب للكل لأنه الرابط عنده أعضاء باللجنة تبايتنا ونحن نتواصل مع صارخة المدعين ومع أموالنا لنا يعني كلنا في حل شمولي جمعنا حتى جمعية المدعين صدنا كلنا عم نحكي بنفس الإطار وقت أسقطنا الكابتال كنترول كنا موحدين وكنا مشي بنفس الإطار وبعضنا لهلأ راحين بالمصار نحن أي محادثات أما أي محاولة لفتح أبواب التفاوض كنت أنا صرر كرئيس لشني إنه ما نكون نحنا نتفرد مش يروحوا وياخدونا بالمفرد أيضا نكون سوا أنا قد عليها ممثل عن كل جمعية من الجمعية تنكون سوا هلأ نحن وقت حطينا على استراتيجية قصمنا المكاتب مكتب دراسات مكتب تواصل مع المدعين عملنا خط ساخن أنا بالأول ما نكون سخط الساخن كن شاوي بستين سبعين تليفون بمهار للمدعين تقدير طمّنن وقلن وشوبون هلأ عنا مكتب مفروض يهتم بهالموضوع واستمارة وجواب على أسئلة عم نطور حالنا شوي شوي ومكتب تواصل مع السلطات بالداخل والخيرج سيء أبيت أنه طلعت خطة الحكومة أولانيية تتقسيم الخسائر وتبينت بفداحة أنه بدون يشتبوا مبارك كبيرة نحن ندخل استدركنا وشمعنا حالنا وتعى النائب كاسبار للنقبات الحرة تتوحد مع بعضها يكون كلمة وحدة ومتما قلتلك في جمعية المدعين وهكذا فتنا بمسار موحد وشايفوا أنه نحن النقبات بتمسي في 18 نقب تمسي فوق 120 ألف منتسب يعني حسوب مع عيانهم شاهدوا الصندوق النقب نحن جديين من يلي موجودين اليوم أول شي في صفة تمسيلي ثاني شي في تقانيات وخبرهم هن طلبوا يتفاوضوا يحكوا معنا لأنه ما بتتفاوض أنت مع العام فتاكيد تتفاوض مع العام بس نحن يتواصلوا معهم بس أخذوا وجهة نظركم بالكامل يعني مية بالمية العام اف رحيحة ما كفي أمور ما كانت عرفتها كيف معتقد أنت أنه بالأول كانوا تبع العام اف حطوهم يعني هي تأهيل يعني إصلاح المالية العامة إصلاح الإدارة العامة مكافحة الفساد والسرية المصرفية وتوحيد سعر الأملي وما يندق بالمودعين يعني نحافظ على حقوق المودعين بالأولوية وخاصة الزهار منه من التواصل ونفرجانية ونواقية زيادة عن هيك عملنا اجتماعات تماتيك معهم على كل نقطة بالنقاط السرية المصرفية تهرب الضريبة الاقتصاد الخفي أما الموازي كلهم نحكي لها معهم وصل معهم خبر بكل شيء من شان هيك وقت فرضوا الأربع ونين مع المجرز التدابير الثاني من طلاق من اللي حكينا معهم بلالت سرية المصرفية سرية المصرفية جاية من بعد ما نحنا مع صندوق النقد وضحنا لهم شو عم بيصير بسبب السرية المصرفية من شان هيك بقى هون كانت أول أنت مبارح كان لديكم اجتماع أنتوا وإياهم لجمعية المصارف والظاهر كان شوية ليس مبارح نعم أو يمكن بهاليومين لأنه قريت قريت شيء ليس من زمان لا نحنا راح أكيك من مدي عن قانون 2 على 67 نحنا أول خطوة عملناها مثل ما قلت لك مع صندوق النقد حد يعني وقفنا الخطة كيف كانت رايحة الجنوح مع الحكومة وطلب صندوق النقد للحكومة ترجع عيد النظر بخططها من بعد هالموضوع نحنا حسب القويني هون أنا راح جاوبك أخدت كتير وقت بالإنتروداكشن بس مهمة لقى لك انتقل دار جينا بالخطة طبعية تنقلنا نحنا جميعا وخاصة كنقبة محامين قانونيين يعني أول شي بنا نطبق لا نمشي عن نص يا جماعة شو هو النص بهيك ظروف يلي المشرع اللبناني أوجدوا وقت عنا مشكلة هيك قبل ما نبدش نفكر نستحدث قوانين جديدة مية بينين في نص بيحط على مسؤولية على حاكم مصرف لبناني يلي هو القانون 110 على 91 يلي معطوف على قانون أن عمل إيمات بونك إنترا 28 وخو خلق مؤسس الضمان الوديع على 67 هل القانون شو بيقول وستعمل ورح تتفاجأ وقت رح قال له كيف استعمل هل قانون بيقول أنه وقت مصرف غير قادر على إكمال أعماله الحاكم مصرف لبنان بقراره الوحيد ما بيستشير حدا بيحول هالمصرف بيضع يد على هالمصرف وبيباليش يعني بيباليش يعني بيباليش يعالج موضوعه يعني خلاص انتهى ما عم يمشي بس بدون ما يفلسه للمصرف بس بيضع اليد عليه بحط حدا يكون إذا بدك من قبل وقران يكون يعني مدير مؤقت ووصي مدير مؤقت ووصي مثل ما كيف استعملوا حاكم مصرف لبنان وما بيعرف فيه حاكم مصرف لبنان بيعرف كثير من استعملوا مع البنك اللبناني الكندي من 10 سنين أو ما أكثر واستعملوا مع جمال ترست بانك من كم سنة لماذا؟ لأنه المصرفين نحطوا على ليستة الأوفاك يعني بأميركا على الناس اللي ما بتعرف الأوفاك اللي هي بتشمس اللي بيعملوا بيحفظوا اشتباه للإرهاب أو للطبيد أموان وأتحطهم شايف أنه بمثابة أنه أتحط حدا على ليستة الأوفاك المصارف المراستي ما بتعود تشتغل معك يعني عارف دغري أنه رح يعني رح يصير فيه مشكل مع هالمصارف رغم أنه يمكن كانوا ما عندهم مشاكل داخلية وكانوا مليئين المصارف و لقى حلول وما حدا من ولا مساهمي هالمصاريف ولا من المداعين بهالمصاريف المسوا حقوقه وعملوا تسويات وسترجع الجون اللي كان بدي إيهن هالمصاريف من السوق كله تظبط وأنا بعرف عند المواكلين اللي تفاوضنا مع هالمصاريف على الجون المتابات اللي عند المواكلين عندهم هن مدين يعني وديع بالبانك ومواكلين هن متدينين من البانك وبالحالتين انحلوا الأمور بطريقة كتير شفافة وكتير أصولية قلنا نحن بالخارط طريقة بيتنا خلنا نتوجه على صاحب الشأن بالأول يلي هو حاكم مصرف لبنان تفضل يا حاكم مصرف لبنان قوم بدورك بيجيوبنا بيومين عطينيه جمعة وعملنا بيان وبعطنا كتاب بيجيوبنا بيومين بالكتاب مفصل تقني كل على كل نقطة عم بيجيوب عليها وأكيد عم يقول انه مش مسؤول ومش مسؤول لوحده في حاكمية مصرف لبنان بتضم نواب الحاكم ومدرع العامين وانه اذا البنوكة بالوضع اللي هني فيه هي مش من ورا مصرف لبنان من ورا الدولة والهدر تعريف يعني الكلام يلي بيحكي ببلشوا يكبوا نحنا شوابنا بهو أربع صفحات نحنا ستة اما تمان صفحات شوابنا تفصيليا وقلنا انه عظيم انت عم تقوله انه نواب الحاكم والمدرع العامين يعني هي المجلس المركزي دعيه مجلس المركزي وخدوا قرار تتوضعوا اليد مش على يمكن كل المصارف المصارف يلي عندها مشكلة بنية مش مشكلة نظامية سيستميك في فرق بين الاثنين خلينا نبليش بالستركتوري ايه هون المصارف هيك هيك بدون ما يكون فيه مشكلة دين الدولي هون الجماعة متعسرين كانوا ما يكفوا متعسرين نبليش فيه دا نبليش نشوف كيفا ننزبط الكتاب بس يمكن قالك بتكرر الصبحة ايه ما عرفنا حتى اذا دعا المجلس المركزي واذا اخدوا قرار ما عيت جوابنا قالنا نحنا بنمر على المرحلة تانية شو بيقول أنو؟ أنو النقج وستسيب بيقول وقت بيرتكب الحاكم المصرف المركزي خطأ فادح فيه طور قيامه بمهامه يقال من مركزه مين بيكيله؟ الحكم هايدي احدى الحاليات النادرة يلي فيك تكيل الحاكم قالنا للحكم يتفضلي ومبوش باتي يستدعي فهم منه ليه ما عمله؟ حكومة ما جاءها بيت اي حكومة هايديا؟ مئاتي؟ هلا هلا عم نحكي هلو طلبنا من النواب طب انتو نواب للرقابة الحكومة ما عم تقوم بويش بيتها ما عم بتحاسب سيح لوون؟ هلا هلا فيه انتخابات بلا ما نعكر الموضوع فيه انتخابات طب عملنا المسار الانوني زياد كله شو كان فيه بعد بالانون؟ اذا المئة وعشرة ما بتطبقه فيه انون تاني بيسمح لك لان المئة وعشرة بس حكي مصرف لبنان فيه انون شبيه وبيعمل اعادة هيكلي فعلا ما عم نحكي عن اعادة هيكلي هو انون الاثنان على سبعة وستين هايدا بيسمو انون انترا وعند انترا صار عندها مشاكل اجو عملوا اعادة هيكلي مصفوا انترا مساهمين انترا موجودين وعملوا بالان للمودعين يلي من كم سنة وزعوهم اربع على كازينو لبنان متأتي من كازينو لبنان والميدل ايست وزعوا لبعض المساهمين طبع انترا عملوا اعادة هيكلي نحنا ميل بي فسرنا شوي هيكل حتى ناس يلي منون هنى تكنيكل شو بيقول هايدا الانون؟ يعني ليش انتوا التجأتوا إلو وليش مهم وليش شمعية المصارف ببنكوا شوي هلأ بنحكي ببنكوا ببنكوا إليك باللبنان ما حدا بيبنك إذا ما عنده مصلحة شخصية قليل كتير هذا يبنك على المصلحة العامة قليل كتير انه حدا يكون مترفع عن مصلحته الشخصية بيكون يمكن حمار يعني انا رح أعطيك فكرة كيف بفكر وأكون بالشيان العام مش تقاطي مثلا عن حالة بالنسبة له هذه أنا وقت فكر ضرائب لأنه بكرة بنامي الحلقة على الضهرائب مية بالمية بشي الحالة من وين مصلحتي يعني بصير لقي ضرائب مرة زوجته قلت لي قلت لي انت شو عم تعمليش قرية تاكي عم تقرتت هيك فضولية شوي انت تشوف قلت لي شو عم تعمل كل شي نحنا عنا يا انت عم بتعلي الضرائب عليك طب ليه؟ قلت لي لأنه أنا ما بفكر شو أنا عندي بفكر شو كان مجتمعي كله شو العادل أكتر شي شو الناجح أكتر شي وبيفيد أكتر شي وبيعطي نوع من الإزاب بدك العدالة الاجتماعية هيك بدك تفكر بالشأن العام مفيك شأن ببيعطي نوع من الإزابات بقى 267 هو وقت مصرف بيكون متوقف عن الدفع شو يعني متوقف عن الدفع؟ في ثلاث أطراف في هون يطلبوا التطبيق ال 267 وهون يختلف عن 110 ونحنا قلت بلشنا بال110 ما كيف بدنا نجرع الكأس تبع ال 267 بس لما هن ما طبقوا طرف الأول نرجع على حاكم مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان عنده بالمادة الثانية عنده أربع شروط يعني إذا شيك منقبط من مصرف لبنان إذا في دعوة وبين إفليس في أربع حالات موصوفة بالقانون تاني طرف بيقدر يطلب المصرف هو بنفسه بيكون حاسس أنه عنده مشكلة يمكن لمصلحته يطلب تطبيق لإعادة هيكل في المصرف فهذا يساعده من نحيي النظام والطرف الثالث أي دائم أي مدار جاية يطلب وما أعطيه وما أعطيه بيطلب تطبيق 62 وين مشكلة 62 المصرف لو بس قصة أنه إفليس المصرف كانوا هن يركضوا وخطوا لك بس بـ 62 بيقول أنه بمثابة أنك بتحول الملف على المحكمة المصرفية الخاصة الدغري بيتاخد قرار بحجز أموال المدارة التنفيذيين وعضاء مجلس إدارة وفادي المراقب يحجزوا أموالهم بالداخل وبالخارج وترفع السرير المصرفي وبدأ بالتحقيق تشوف إذا فيه مخلافين لماذا؟ لأنه خلافاً لأنه تجارة العادة فيه أساءات بتكون أنت بس مسؤول وحطيت 10.000 دولار بالشركة خسرته 10.000 أرفوع تكأنك فتح الكازمة بـ 10.000 مش إنك أنت فايت وعندك واحد مرابع بيمولك بالمصرف وتفوت وتخسر كل ذاتك لا خسرته 10.000 بالمصرف لا بالمصرف عندك مسؤولية لأنك في أمانة الناس عم بيحطوا معك مصاري وديعة وما عم بيحطوا استثمار بالشركة المساهم الآخر اللي فات معك قبل بمشروعك بس هم بالمصري وديما يحطوا تحت المخدية مصرياته عم بروح بيحطهم لأنه مأمل لك أكتر من المخدية أنه أنت رح تعمل له ريتارن ورح ت... مش ريتارن أنت ما رح تصرف له مصرياته فيه ناس بيقول لك ما بدي فايدة ترك لي مصرياته حقوز لي على رسمالي أنا يجوا ياخدوا فيه ناس بيفوتوا كانوا في مكيفاك بياخدوا ده اخترتوا فيه بس يتطلع عنه بعد معهم بيطمنوا بالهم لأنه الدولة ما عم بتعطيهم شيء مية بية بس أنت وقت تعمل إدارة متهورة أما حتى مش متهورة يعني إدارة غير رشيدة وأخطأت تتحمل مسؤولية المسؤولية تتفاوت ما بين المسؤولية الجرمية للمسؤولية المدنية العادية أما التعاقضية يعني قانون التجارة ويقول لك بهيك حالة مادة 166-167 تقدر تتلحق إذا عملت أخطاء إدارية ترجع بتروح أبعد في إفلس إحتيالي بتروح أبعد في إحتيال اشتذبت الوداع لأنه وعدت الناس بشيء غير متوفر بتروح على أسوق استعمال المعلومات المميزة الإنسايدر تريدينج يلي أنت عارف أنه المصرف رح يفليس بس رغم هيك عم بتجيب ناسي حده مصاري وانت عم بتطلع مصرياتك لبر انطلاقة من هون هولا الحالات كلها متوفرة أكدر من هيك إذا أنت لأنه بد يبين كمان تبيض أموال أنا سعقت بمجلس النواب أحدهم من ممثلين إحدى الهيئات القريبة من القطاع المصرفي عم بيطلع بيقول قدام النواب ما بدنا نحن هلأ بنحكي عسرية المصرفية بعدين نرفع عسرية المصرفية مع مفور رجعي لأنه إذا هيك كل المواطنين يلي عنده رسوم انتقال بيفوتوا على الحبس قلت له أنا لحظة أنا لأنه موضوع قلت له لأنه يشتافعين ضريبه قلت له لحظة يلي بيشتافع ضريبته بيدفع غرامي 100% وبوضع يلي نحن فيه بيدفع غرامي على 1500 يعني يمكن بيستمنى بيخلص منها بس أنت يلي عارف أنه تهرب من الضرائب وخلفت الأنون تبيض الأموال أنه يلزمك لألك حالة من الحالات يلي هي سورس بيسموها أنت عارف أنه هو مصرح وأنت سكدت عليه أنت عم تبيض أموال أنت بيلحق حبس من 3 إلى 7 سنين وضع فج المبلغ يلي كان عم بتخفيه أنت بتفوت على الحبس كيف عم بتقول أنت إذا عم تقوله مش تتحمي المودة تتحمي حالك لأنك أنت أصرت بوجباتك وهيدا الناس ما بيعرفوه منشان هيك التضليل منشان هيك الناس يجب أن يكونوا على انطلاع بلقوانين وما يسمعوا التضليل يلي جاي انطلاع من هون المدارة التنفيذيين زي أسما جلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة صاروا كلهم ليبل هلأ صار كلهم ليبل مثل ما بيقول مثل بنفسي سوي كي ناريانا كراد ناريانا كاشي فيه ناس ما عندهم يخافوا من شي ويمكن هنا على استعداد لأنه القطاع المصري فيه ما بيضم بس ناس مرتكبين بيضم ناس كافؤين ناس مضعف ناس قادرين ناس وطنيين ناس بيعطفوا على العالم خلينا نميز بين الباطل والعاطل والصالح هون فلوصي هذا الصالح أنت بكرة عايزه تترجع توقف الاقتصاد عجري نحن طالما ما كان في شي عم بيتحرق قلنا طب شو عنا خيار آخر ما نروح أيا للأنون بيسمح لنروح علي بقى هيدا 2-67 أول شي بس بيوصلك على أحلى من هيك كمين لأنه هون مش بس أنك غيرت إدارة إدارة جديدة بالإدارة جديدة عندك خبرة مصرفيين بيتعينوا حسب كافياتهم ونزاهتهم بس عندك ممثلين عن المساهمين اللي حقهم كونوا عم بيطلعوا شو عم بيصير بالمصري وممثلين عن الدائلين يعني عن المدعين في المحكمة المصري في إيلية لأنه يجب أن نروح على مصري في لبنان وعيك مصري في لبنان يعني نردل في تحت المزرير أنت كمودة عندك ممثل أم أكثر إدارة دكتور عم تطلع شو عم بيصير الاستمسابية اللي عم بيعملوها ما بتقود موجودة التمييز أنا بسمح لهيدا ياخد أكتر وهيدا ما بتقود مقبولي يعني بيكون صاحب البنك عم بياخد قدمة أنت عم تاخد مش إنه بيطلع مصاري عشي حجزوا على هالبول المصاري والأملاك وكذا وبيصير فيه إلا راو ديستريبوسيون هيدا لا بيصير فيه تتخلق تشيل الاستمسابية الأربيترال بس هون انت بعد ما تكون نظمت الأمور ومشيت على المصاري بكفي البنك مثل ما هو ما بيسكر نهار البنك بابه بكفي موجود وانت بتتابع الخدمات تبع البنك لأنه هني عم بيهموا الناس أنه بكرا ما بتقودوا تسحبوا مصري نحنا منسكر ومنفل نحنا بيخوفهم بهالوقت عندك مهلة ستة شهور تجدد لشهرين بلجنة ثانية ثمانة شهور تتلاقي حل للبنك يعني أما بتدمجو أما بترسم له يعني حدا بيجي مصري في ممكن أجنب يشتري أما بترسم له بتلاقي حل هلا نحنا هون وعيين لشي أنه منا وهمينا وبكر بيقوله الكريم ظاهر ما فيه إمكانية ما برح يفلس البنك جو بيدفع خمسة وسبعين مليون ليرة يلي هي ضمان الوداية هيدا هني مشين فيها غلط لأنه نحنا الطارحين مع السلطات معيدة لأخرى أنه فيه مسؤولية على الدولة اليوم مسؤولية المودعين مش بس المصارف هني مقصرين معهم المصارف صحيح أنه عملوا إدارة متهورة وما رفضوا يلي كانت الدولة عم جرب تعملوا استفادوا بس هالمصريات موجودين مع الدولة يلي مسؤولي الدولة أهدروا المال بس الدولة دولة والدولة هي راعي أنا ما بقبل اليوم أعتبر أنا اليوم أولادي موجودين بالبيت كان فيه مربية عم بتربيهم ربطهم غلط وأنا اكتشفت أنا شو بعمل بحط المربية عجانا بطلب منها التترك بس ما فيه يطلب من أولادي يتركوا أنا مسؤول عن تربيتهم أنت شبت المربية أنا تصرفوا كل مطريتهم مشبور أنا أرجع رسمهم أنا الدولة يلي أنا بدي أكون مسؤول بس ما بدي أضمن المربية بدي أشيلها من الطريق تجيب مربية تاني تقدر تهتم بالموضوع نحن هاي المشكلة المصارف اليوم بدأ ضمانة الدولة اليوم تتقول للمودعين أنا الدولة بتضمنني يعني أنا بضمنكن بس ما بعرف أمسين بتفاعلكم انطروا وبتبقى البنوكيزون بالأو ما حدنا بيرجع بي ما في ساقة هلأ ما في ساقة ولا هلأ ولا بعدين مية بالمية وبتنبقى بيضلون يزاوبوا لك ودايعك ومخوفينك وتصير الشيك الدولار بدل ما تزحب 12 ونص بالمية بواحد بالمية بصير تكتفي إذا معك مليون تاخد عشر تلاف عشر تلاف عشر تلاف وبتنسى المليون لأنه قد ما أنت خايف هيك عم يصير بالعالم هيك هيك سرقوا العالم هيك نصبوا على العالم يعني اليوم الكتاع المصرفي صحيح أنه مش هو مسؤول عن كل مشاكلنا من 30 سن إلى اليوم أكيد وأنا بقوله والطبق السياسي مسؤولي أكتر بس الكتاع المصرفي ومصرف لبنان بترك الأمور مثل ما هي على ثلاث سنين بدون ما يعملوا شيء وبالعكس حرقلوا الأمور وفاقموا سرقوا الناس وفي مسؤولية موصوفة وما يقولوا لا لأنه ببدون يخسروا رسمانهم وقفت القصة على ببدون يخسروا رسمانهم ومش بس بكان ما تروح اتنين على سبعة وستين كانت وقت صار فيه كان فيه خطة الرئيس كان موضوع بس يخسروا رسمانهم رفضوا حتى يخسروا رسمانهم الناس خسروا جنة عمرهم هم حتى رسمانهم يلي حطين مصرياتهم بره أرباحهم موجودة رفضوا لا هيدا مش مقبولة إفلتنا العقاب ما بقى مقبول ومرفوض هون تنين على سبعة وستين وقت انت بتاخد هالوقت هلأتني اعتبر انه مقدرت ولا تدمج ولا تعمل بدروح الى اخر حدود وأكثر حدود وورث كيس سيناريو شو بيصير ناخد نعطي خمسة وسبحين مليون ليرة بكون صار الدولار بمئة ألف ليرة لا ما نحن نقبل فيه نحن الدولة رح تضمن يعني السيناريو الهلأ الموجود يلي عم نطالب فيه رح يبقى موجود إذا طبقنا الثاني على سبعة وستين ما فيش يتغير إلا على الأفضل لأنه وقفنا الاستنسبية حطينا الكطار على السكة نلاقي حلول ونعمل إعادة هيكلي وساعتها نضمن المودع مباشرة لأنه نحن التفكير تبعنا حتى إذا إجا قانون هلأ الإعادة هيكلي بدك تميز بين الباد أسيتس والجود أسيتس الجود بانكس أما البريتش بانكس والباد أسيتس نحن الهدف فيه مشكلتان والالتقانيين رح يسمعونا رح يفاموش أنا عمقول عنا مشكلة مثل ما كانت إيلك بنيوي ومشكلة نظامية سيستاميك وستركتورال سيستاميك وستركتورال مشكلة البنيوية السيستاميك وستركتورال هي مصارف كانت عكل حال كانت مفيا متعسرة بس لا تقوى على المتابعة ومتعسرة وفي مصارف يلي هي سيستاميك هون بتشوف إسال لا استركتورال ماشي بتخليها ماشي بتغيير إدارة تبعيتها بتخلي هول المنم يلي بدك تدفعهم مئة ألف مئتان ألف يلي كان وانت ساعتها بتنقل أديون بتحطهم بسندوق بتحطهم بسندوق اقتمالي السندوق السيدي يلي كان وبتشي الدولة تضمنوا مش ضروري يكون بأصوله لأنه كان قال قلم يومين قال سعاد الشامي أنه هن بقيموا موجودات البنوكة والأساتس تابعوله بشي 28 مليار دولار وأنه شيء الثلاثة مليار أربعة مليار هي 32 تقريبا مليار بس شيء الثلاثة أربعة يلي هني مشاركتهم بالسندوق يلي طرحوا الرئيس مئاتي بقيته بس هو عم بيقول انه بهالثمانة وعشرين مليار خيال نحنا فينا نسكر هولا الثمانة وثمانين مليار بس هو بتعمل بالموديعين الكبار ساعدة بتك الموديعين الكبار تلاقي لهم حل كله متكامل أنا موفق معه هو جديا هم يتهموه كله يتهجموا عليه أنا اتواصل معه رئيس ساعد الشيمي وحقيقة بكل تجارة لكم التكنيسيات زلمة وطنية زلمة إنسانية لأنه الناس تفتكر وفرقيني معه الناس هو يهمه عن الناس وهمه عين عين بيصير وكفوء لأنه عارف وين المشكلة عم جارة بيحلها يعني عنا أنا خلافة اللي بيقولوه الناس وبينتقدوه لا يمكن نحنا عنا حظ أنه يكون اليوم دكتور ساعد الشيمي موجود بالمركز يلي هو فيه لأنه وفر علينا كتير قرارات كيفية تكون سيئة لأنه وبعضهم بيشتغل بس بني بالموقع اليوم بس لك وصلتوا أنتوا ويالا كمبروميخ أنه لازم توصلوا هالبنوكي خيي يكرروا أنه هالن استفادوا من هال يعني ما بيقدر يجي هو يطلع مثل الشعر من العجين أنه أنا زيادة عالك شو صار راح عالك شو صار نحنا عطيتك المسار نحنا هيد الخطة وصلنا وانت شفت وصلنا بآخر المطاف لتنين على سبعة وستين نحنا شو عملنا قبل وقت عملنا كل المسار طبع الحكومي حاكم مصر بالمية حكومة ونوة شفنا أنه ما بيشيت كان فيه بعد عنا على المقلب التاني كان عنا موضوع تنين على سبعة وستين بيناتهم كان في عنا بلاتفورم بلاتفورم هي التواصل وفتح مفاوضات مع جمعية المصارف نحنا فتحنا مفاوضات نحنا مدينا إيدنا على المصارف وقالنا لهم قبل ما نروح على خيارات صعبة نصطدم بعضنا تعود أن نتوافق مع بعضنا نتفق دا عينيهم بالأول كبروا علينا يعني صار يقولوا أنه هني ما بيجتمعوا مع الاتحاد النقابات كإدارة مصارف بيجتمعوا بيبعثوا ممثلين بقى نزلنا درجة التمثيل نحنا كمان اجتماعنا نحنا من اللجنة مع أعضاء بمسجل سنقابة صار في زملاء محمين نحكي وعدونا بقصص بعد بجمعة برموا علينا وعملوا بيين استعملوا الاجتماع تيمرقوا مور كأنه نحنا موافقين لهم عليها برق زمة الشاك بيبرق زمة المصرف وإلى آخر إقصص والدنات ما لا معنى وقفنا التفاوض وقفنا التفاوض رجعنا بشينا بثنين عسى أبو الساتين ركدوا واستعملوا كل الطرق الطير جاءون يعملوا اجتماع بدون معرفة اللي قالي ركبوه عن طريق أعضاء مجلس النقابة يركبوا مع اتحاد المهار الحرى أنا كنت ضد لأنه ما بتعمل اجتماع وقت انت ما بتكون عارف عشو رايح تتفاوض وخاصة إذا ما عطوك بعد التجربة الأولى السيئة بي إثبات حسنية بلا شو يقولوك إشيه أنت معك نحنا كنا عطينهم خمس نيقاط خمس نيقاط كنا رفعين الأنبيل هالوقت تنتبه نحنا كافينا جربنا كل شيء توصلنا مع هيئة اللجنة الرقابة على المصاريف بعتنا مكتيبتها نشتكي ونقول لها اللجنة الرقابة تقوم بواجبيتها فنت شو عم بيصير بالمصاريف لليوم مش مجاوبتنا اللجنة الرقابة على المصاريف هذا كله الوقت بعد محيصة بي يعني ما حدا يعتقد رح يزمط ما حدا يعتقد بأي مركز بأي مركز كان موجود نحنا ليحقين للآخر بقى هون عطينيهم نيقاط الخمسة اللي زائشين للمدعين لأنه ما أخذناهم بس من النقبة أخذناهم المدعين نحنا اجتمعنا مع المدعين وطلطت منهم شو زائشكم بهالوقت كمان كان فيه أشخاص عتواصل مع المصاريف ومعنا اجوا قالوا خلينا نجرب نجزوا بصوبنا الـ Good Bankers يلي طالعين من الـ Denial من النكرار ومستعدين يتفاوضوا معكم قلنا تفضلوا بس أنا بعمل كل شي فوق الطاولة أنا بعمل شي مخفى بلخفة بروف وما بعملوا له واحد لأنه أنا واصل بآخر المطاف في ناس سابقين يلي هني مؤسدين المدعين الجمعيات يلي على الأرض يلي مناموا بالليل الأكل وقتلي يلي خسروا كل شي ما أنا بجي أنا لأنه عنده لشنة نقابية اليوم اتحاد نقابات بنسين وبخليون عجنب أنا لعب بالنسبة لأنه هني قدامي قبل ما يكونوا وراي على كل اجتماع في أربع جمعيات أساسية داعات الممثلين كنا نجتمع مع هالأشخاص نحضر اجتماع مع الـ Good Bankers نطرنا الـ Good Bankers مأجور Good Bankers تواصلنا جللنا تواصل مأجور مرتين يعني صار فيه محاولتين مع الأشخاص مختلفين نعمل اجتماع مع جمعية المصارف قلنا لهم بدنا ننسى الماضي هيدا اللي استى خمس مطاليب حقولنا واحدة منهم اتنين ونبحث ونصير نشوف كيف منروح سوا نحنا منطلب حقوقنا من الدولة نحنا وياكم كمان يعني قلبوا علينا ولفوا مش اخدين نجات شايفوا انه لا بلشنا وقلنا ريحيات ناعف سوسين سكوا جريون راح وشكونا عند الرئيس مئاتي عند رجال الدين عند القاضى الأمنيين كمان واستدعونا القاضى الأمنيين انه انتوا عم تخربوا تموين الأجهزة الأمنية لانه المصارف المراسلة ما بدت تشتغل مع لبنين هيك خبرونا ونورا نحنا نقدم همين يعني نحنا وسمى بن لادن صرنا نحنا وهيدي كمان مرق لك اني انا صرت شي غيفارة وشيوعي بالشلطة المصرفة عم خير واجهة لبنان اقتصادي وتقميم وبحدا ايري اساسا شو بكتب انا اتصاديا يعني بس يرجعوا لانه وما بيقروا هني غير الوفيات بالجرائج تيروحوا وهيدا ما بيقروا خليوني بالشو يقروا بيشوفوا كل واحد وين عندهم واحد انطلعنا من هون نحنا اجوا صاروا دخيلكون يتراجوا انه لا واقفوا عطلنا هيدا راحنا اجتمعنا مع الرئيس مئاتي كان اجتمامه عظيم وفسرنا له الرئيس مئاتي كل واحد من هالاشخاص المسؤولين سياسيين استدعينا حكينا معهم صار مقتنية بما صارنا لانا يقول لا انا معكم كفوا يلي انا عم بحكيك اليوم ازا انت رئيس الجمهوري شو بتعمل زياد انسي انك انت زياد ابي شيكل واحفظ الالقاب مرشح المجتمع المدني عن انتخابات بيروت الاولى انسي انت رئيس جمهوري اليوم انا عم بخبرك هالمصهر شو بتعمل شو بتتسمع للخبرة وبده لا شو بتعمل التنابين عم قلت لك اوكي مئة بالمئة مئة بالمئة هذا اللي عم اقوله للناس ان يخيه فيه نصوص نفس الشي الرئيس مئاتي القادة الامنيين المسؤولين السياسيين نواب مجلس الوثرة ومجلس النواب يلي موجودين كلهم سمحونا وفهموا انو لا يخيه شو عم نعمل نحنا عم نعمل للأصول مين برأيك يعني نحنا رايحين لمحل مش كتير منيح اذا ضلينا هاك نحنا جينا قلنا وهلا بلشوا لانو هني اللي مش فهمينو مع التأخير اللي عاملينو يعني العين المجتمع الدولي حمرة عليك خلص خلص صنفوهم يعني الحرب عليهم بده تكون كتير ضروس ضروس اذا ما عارفين خليوني يعرفوا لانو الضرب اذا بدك الهزة الارضية ضربت بنص البحر الابيسنتر هلا تصنامي جاي هني بعضهم على البحر هني انو يابا عطيهم وينيات الشمس في متكير بعد ما شايفوا تصنامي هلا جاي التصنامي عليهم بقى خليوني يرجعون نحنا اقل ضررة في متكير طيب انت هلا سلاح ال 67 اتنين على 67 نحنا بلشنا ايه انا معك بعتنا انزارات واستحضارات الدعوة اوك لونك القضاء ماشي معكم بهالشي انو لا مع القضاء مافي تتلاقي مباشر اخير اخير 8-10 ايام تتلاقي مباشر يروح حيالك بس رح يمشي القضاء رح يضله يمكن ليك يمكن اللعبة كلها طبعا في ناس عم يحكوا اليوم انو اذا فيه اليوم اضراب بالقضاء واذا صار فيه زيادة لرواتب القضاء يمكن عم يستملون يمكن رشوة غير مباشرة للقضاء ما بتعرف شو معقول يستعملوا السعليك بس شوف الاعلام وقبلشنا نحن نحكي وطلعوا على قصة السرير المصرفي وبعدين ادمنوا نوقحين برموا موضوع السرير المصرفي تفرجوا انو كأنو نحن عم نغير نستقبل لبنان هلا بعد في وقت تغير وجه الاقتصاد هلا نحكي عن السرير المصرفي بس هيدا نعمل له كيه بالمسار طبعا ونحن نكفي بس عم برجع اقول نحن الأولوية هي أنون عصري لإعادة هيكلة المصارف بانك ريزوليوشن لون وقلنا له الرئيس مئاتي إذا عمل الأنون عصري ومحق نحن منترك الإجراءات ومرو على الأنون وبعد نبقوله ما عم بقوله أنا ككريم دارة عم بقوله لأنهم متفقين اجهاد المحن الحرة على هالأساس على هالمبدأ يعملوا الأنون أسا وقت ممكن بس أكتر من هيك تشوفوا قده هن كانوا معاولين أنه بيضغطوا بمرقل كابتل كنترول ومفتكرين أنه للآيم أف بيقطع كابتل كنترول مع السرير المصرفية ومع الموازنة بل الإعادة الهيكلة دغريب ننطروا بيا هاي راحت لأنه أنا حسب ركاءاتي هلا الأخيرة المجتمع الدولي والقريب من الآيم أف صار يمكن ميل أنه منقطع سرير المصرفية والموازنة بس ما منقطع كابتل كنترول بدون إعادة هيكلة أكلوا الضرب وكلما رح يتأخروا يحيكوا الضرب يمكن إخسارتهم كانت بالأول تقتصر على بورتوكلين بورتوكلين السيارة بعدين صارت دويري بالسيارة هلا صارت كل السيارة السيارة كلها رايحة فهمت كيف؟ بدون يكفوا فهمت كيف؟ اللي بيقيت لك أنه يا أخي ما بده اتنين يحكوا فيها أنه أنت اليوم تتنهض من هالجورة الإيكونوميكية اللي أنت واقع فيها في عامل ثقة أنت ما عم تعمل شيء كدولة ترجع ترده لها العامل يا زياد أنا عم باري مجالس بالأمانات قلت شيء مشكلة واقفة عنا على شغلة أساسية واحدة إفلت من العقاب والمسائلة ما في غير مشكلة يعني اليوم إذا فلتوا من القطاب اليوم بكرة بعد عشرين ثانية هيدا السيناوية يتكرر له ذاته أكتريت الناس عم يجوا بقولوا اليوم ولسوق الحظ من أصدقاء خبرة يا أخي ما تحمل سلم بالعرض ماشي الأمور خلينا نكون مواقعيين رياليست ونمشي أنا معاصر لفترة الحرب اللبنانية أنا بقي نهاية الحرب كم عمري فوق العشرين يعني كنت بالعشرينيات من عمري يعني واعي كتير منيح وحتى بالحرب كنت واعي أنا وقت شفت يلي صار أنه أصحاب الميليشيات يلي قتلوا ونهبوا وخطفوا ولليوم ما بنعرف المخطوفين وينهم أجوا عفوا عن حالهم هني ولبشيلوا البدل العسكرية ولبسوا الكرافات وحكموا البلد ونهبوا البلد اليوم هول ما أعوانهم لأنه في ناس شركة فاتوا معهم ومولوا هول بدون يرجعوا اليوم يبنوا هني الأمور كأنه ما صار في شي أنا وقت شوف اليوم المجتمع يلي صار هو الراقل معه مصاري متوخذني للكلمة هني يلي عندون مطار غير شرعي بالأحيا يلي عنده كابل غير شرعي يلي عنده مونوبول على يلي هو السرق اللي يسوده باعه باعه بسوريا يلي أخذ لطحينه باعه بالأردن إنه هول صاروا المجتمع الرائع اليوم لا ما بيصير ما بيصير ما بياخدوك محل هولا أنا على قلب يلي بده يلي يعني لا بس أنا بدي شيء أصولي بدي شيء ناسي اللي يتعبوا بعد لأخي نحنا 30 سنين ما بقى نعرف شو يعني معنات تجني لقمة عيشك من عرق شبينة صرنا بس منعرف إنه الاقتصاد الرايع وهلا رح يقولوا إنه شيوعي كبير فيه انتجية بدي اقتصاد منتج بدي زراعة بدي الصناعة بدي نمو بدي خلق فرص عمل بدي فيه حبيقية بدي الناس ينتقلوا يروحوا على لبنان قبل ما يروحوا على الدلمان وعلى أنطاليا لأنه في لبنان فيه مناطق حلوة 100% أنا هيدا الموضوع بدي ايه بالأولوية تاينتا أقدر أعطي لأولادي شيء أفضل من يلي أنا إجاني هني ما بدون لأنه ما بدون يتحاصل فينا راحنا أكتر نحنا بالواقعية وقت اشتغلنا عوانية مكافحة الفساد عملنا بأنون ٢١١٤ لأ استرداد الأموال المنهوبة منا آلية اسمها Settlement Play agreement نحنا عارفين أنه ما راح نقدير وما بدنا نعلق مشاني ولا بدنا نفوت كل الناس على الحبس بس نحنا بدنا نضغط بالعصر ونقول لهالناس إذا أنتوا ما رديتوا قصوا من السرقينة وقسماء عدتوا عجنب وفضيتوا الصيحة وعفيتونا بريحة طيبة نحنا ساعتها راح نعمل name and shame راح نشبسكم قدام جمعاتكم راح نعمل على الطريقة اللبنانية يلي عملوا MBS بالسعودية ويلي عملوا السيسي بمصر مع ولاده لحسن مبارك وهي هون نحنا بدنا نستعمل يلي عنا يلي قوتي علينا وساعتها بدكون تخسروا شيء حق أنه تخسر شيء وندفع بس ننطلق من مرحلة جديدة ولبنان المستقبل يكون قائم على ثلاث أهداف تبع الخطة الوطنية لمكافحة الفساد يلي هن الشفافية المحاسبة وعدم الأفلاث ملايكو نحن هول هن أهدافنا هول هن مبادئنا من شين هيك يلي زعجهم لأنهم لأنه نحن رحنا على الوقية نحن حول محمية وهموا العالم وشغلوهم ودايا القديم ودايا الجديدة صاروا الناس لولار وينبسطوا ومصدق السيادة لا غير بعدين عندك الودايا قديم ودايا جديدة صرنا خانق مع بعضنا تاني شيء بين مودع صغير ومودع كبير نحن جينا أرسلنا قاعد جديدة ولا هاي ولا هاي نحن ودايا مشروعة ودايا خير مشروعة مين اليوم ودايا مشروعة وما جيبها بالحرام هيدا بيحمى وبتكون الودايا ترد لأروا ومين عنده مصرياته بالحرام وبالتجاوزات وبالسرقة وبالفساد هيدا في وينين عنا إياها ما رح نفوت فيها لأنه عنا قليل من الوقت ما رح رجع عيدة وعدتها عدة مراتها على الإعلام والناس بيعرفوها هون بدنا نبلش نحاسب ونبلش نقول أنه هون منهم محميين ومنهم مشروعين يشطبون ساعتها بتنزل الفجو من 73 مليار لا أقل وبتفوت الكلوباك بده قانون أكيد وبتنزل وبتجيب من بره لأنه عندك إليات ومعاهدات عنده إياها لبنان بتجيب من بره المصاري اللي حطينا بره بتصير فريش معنا بتكبه بالاقتصاد بتبلش تدفع للمودعين يلي عندن لحدود معين وليس بس للمئة ألف والمودعين الكل يعني حتى المودع الكبير بيأخد مصاري وبتمشي اقتصادها اللي هيدا هي كانت الفكرة بالنسيس بدون التمييز بين ودية مشروع وغير مشروع بدون البدء بالمحيسبي ما فينا نوصل عشين لأنه رح يضلوا مساكرين الطريق وبيضلوا استنساب هيدا مية بالمية يعني لطرحت هيدا الفكرة كنت هيدا حابب كنت انه نختم حديثنا فيها هي اللي هي يا خي صار الوقت انه هيدا خبرية للصندوق السيادة وانبيع وصول الدولة يعني شو هالوقيحة شو هالهرطقة القانونية يا خي دم اليوم انا مصر الوقت ايجي هال بوليتيكلي اكسبوز بيرسنزي اللي قللهم 30-40 سنة يا خي من وين انت بحية مصرياتا انت من وين انت اليوم تعرف ايام الثورة حتى كان فيه سفرة كانوا عم بيحكوا مع الناس ويقولوا انه اذا بتطالبوا انه هالناس تنكشف عن حساباتهم ببلادنا نحنا مستقدين نجاوب معكم برأيك ما فينا كمانا نستعمل هيدا المصار انه يا خي دي اليوم نحنا فيه عندنا بوليتيكلي اكسبوز بيرسنز مش عايره عاثوا فسادا ونعرف انه عندهم عندهم مصاري بره بوليتيكلي اكسبوز بيرسنز هنه فئة صغيرة من فئة اكبر يلي هنه اسمه الموظفين العامي نحنا الفساد والتجاوزات ما صارت على صعيد بس رئيس ووزير ونيئ لا لا معمم اكتر حتى شركة الموظفين الذين استفادوا بالمشاريع والمشاريع وهلا عم تشوف نحنا مطار بيروت والمناقصة وهانو حتى بلدييات يعني فيك تنزل لفن البلدييات بيسموه من اينا لك هذا هو قانون اسراء غير مشروع والتصريع عن الزم المالي طبق هالقانون نحنا عملناه بطريقهم نحكي بمطرح تاني هو بيرفكت لانو بالطبق اليوم فيك تكشف عن كل شي شو بيعمل هيدا بيقلك انت قدم التصريح وخلص التصريح تقدم 31 ثلاثة 2021 من السنة بتاخده للتصريح هيدا التصريح الرسمي يعني هو مصرح كل واحد شو عنده بترفع سرية مصرفية بتشوف الحسابات بتاخد تصريح بتاخد افادة من الميكانيك للسيارات افادة من دوايا العقارية للعقارة ومش هو بس موحيته يعني عائلته اخوته بتشوف امتين اشتروا بتطلب عندك معاهدات من كل البلدين برا هول القائمة 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 عطوني شو فيه وبين سمح دعم المقارنة شو هو مصرع عنه وشو عنده الفرق مش عليك انت تثبت انه هو غير اصولي هو عليك تثبت انه اصولي شو رح يقلك بجي قللك انا اشتغلت مالو حيشتغل بالوظيفة واذا اشتغل بجي يدفع ضريبي ومش دفع ضريبي يعني خالفت متهارد يعني مبيض اموال يعني نفس النتيجة اذا بقلك انا زياد عتاني ايهن لانه شايفني انا زلمي كفوق وهي دفعت انت رسوم انتقال اذا ما في رابط علاقة اربي تدفع الضريبة تبقيتها بتطلع على ال 45% اذا ما دفعت تهرب ضريبي واذا تهرب ضريبي صارت بيد اموال اذا استعملت تتخفيه بعدين زياد من وين جيبون المصالح تا يعطيك ايهن هيدا كله عنا الادات تنقدير نحاسب عطينا الامكانية نكون نحاسب يعني عطينا كوضات كفوقين ركيبهم ويا مستعدين ينسوا مصالحهم ويقولوا once in the history انو نحنا بدنا نخلص بدنا نكون سرنا عاملين حلقتين عن قلون السئلة لتبط قصار بايطاليا مع جوزبي فالكوني وبورسالينو الله يرحب اخدوا قرار هول القضيين انو ما في مجال العودة لورا ما احدا اللي حقهم بالاول لحديث ما استشهدوا واستشهدوا كل القضاء التالييني ما قبل التحدي وغيروا كشيلون المافيا الجوش ميشيل بمارسايا شو عمد كمان تعان بالموضوع بدك بكل ميدان بدك خضات قوية بدك محامين قوية وجارئين بيروحوا عن بيبعدوا عن مصلحهم بدك مسؤولين قوية بدك مواطنين يبعدوا عن مصلحة الشخصية وما يخافوا وما يكونوا مكربجين بس بدك ناسي قدوم لأما ما فيك قال له الواحد نزال على الشريح وتعتصم وتعطرد وينزل لتحد ما احدا عم بيحكي مش عير شو بتجيع البكر اذا بينزل بعد اما ما بينزل وابن نزل على الارضة يصير في مت مصارب أوكرانيا في 2012 وينتر آن فاير ما قيمو ست سبعة تشهر بالارض لحديث ما هول المطالب هول بدنا إياه بس بقى نحن يجب نعمل نفس الشيء بس بشرك كثير على صراحة بشرك كثير انه هيك فسرتن بطريقة 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 للناس يعطيك ألف عافية بالفعل يعني أنا كثير عم لاحق عم تعمله يعني الحلو بهالبلد انه كل واحد عم بيأخد شي علاعاته عم بيحمله على كتافه ويضلو وهيدا لازم يعطي أمل للناس انت عم تعملوا معي الاشخاص اللي عم يشتغلوا معك يعني عم بتفرجيه لأنك انت كمان انت وقتك عم تكون عم بتبين بالآلام وعم تقطع عم بتبين للناس قدي انت في شغف بيالي عم تعملوا بالنسبة لقلي مافشي اسمه نيفيات ها دي كلها مواد أوليين كل ضيف بيجي لعننا منهدي قطعة من الكوليكسيون تبعاً هيدا 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 وبشكرك عليا بعد حدا رح ينبصت فيها يالعال ترجمة نانسي قنقر يالعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة